والإيمان بالقضى والقدر على أربع مراتب لابد من الإيمان بها كلها على أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء بعلمه الأزلي علم كل شيء سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أجلاً وأبداً هذه المرتبة الأولى التي نفاها غلات القدرية المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كتب في اللوح المحفوظ كل شيء الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيانة والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب كتاب هو اللوح المحفوظ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير هذه المرتبة الثانية هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ المرتبة الثانية الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة وكل شيء يقع بمشيئة الله وإرادته ردًا على القدرية نشيئة الله وإرادته ولا يكون في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يشاء وكل شيء يحدث فقد شاءه الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ المرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق مرتبة الإيجاد والخلق علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى وأوجده لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها وإلا لم تكن مؤمنا في القضاء والقلب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب هذه مرتبة الكتاب من قبل أن نبرأها هذه مرتبة الخلق والإيجاد مرتبة الخلق والإيجاد وأما مرتبة العلم هذه آيات كثيرة تثبت العلم لله وأنه بكل شيء عليم وأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كل شيء يعلمه الله جل وعلا قبل أن يكون ويعلمه إذا كان ويعلمه قبل أن يكون ويعلمه إذا وقع وحصل لا يخفى عليه سبحانه وتعالى هذه مرتبة العلم مرتبة الكتابة سمعتم الآية في كتاب من قبل النبرأة الكتاب هو اللوح المحفوظ والحديث أمر الله القلم أن يكتب مقادير الأشياء متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فالكتابة سابقة بأزمان على خلق السماوات والأرض نعم